السلام عليكم مرحبا جميع تتم الموضوع الفيديو الأولاني البرمنامج الحكومي 2021-2027 لقدمته الحكومة واضيتم الشبيه في 50 سنة الفيديو الأول اهضرنا على تعميم الحماية الاجتماعية اليوم إن شاء الله سننظر إلى ثانيا إحداث الدخل الاجتماعي لتماسك وكرامة الأسر المغربية عنوان مهم جوج واحد مدخول الكرامة لفائدة المسنين بحماية كبار السن من تقلبات الحياة وضمانا لكرامتهم قررت الحكومة إحداث مدخول الكرامة يستفيد منه المغاربة رجالا ونساء ممن تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق ويعيشون ظروف هشاشة ويتعلق الأمر بتحويل النقد تدريجي يموله من صندوق التماسك الاجتماعي غايته أن يضمين لجميع كبار السن دخل حده الأدنى ألف درهم بحلول سنة 2026 واعتبارا من الفصل الرابع لسنة 2022 سيتم تحويل مبلغ شهري قدره 400 درهم لفائدة من تزيد أعمارهم عن 65 سنة يتيح دعم قدرتهم الشرائية والاستقلالية وسيشهد هذا المبلغ زيادة تدريجية سنة 2023 ثم سنة 2024 قبل أن يصل إلى ألف درهم سنة 2026 لقد بلغ عدد المواطنات والمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة ما نجعم موعه جز 7 مليون نسمة سنة 2021 وسيفوق هذا العدد 3.5 مليون سنة 2021 وفي الوقت الراهن لا يستفيد 68% من المغارب الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة من نظام التقعد لذلك تلتزم الحكومة بعدم ترك أي منهم دون دخل في سن يصعب فيه مواصلة النشط المهني وتعمل الحكومة على تكميل هذا الحد الأدنى من الدخل الكريم بتغطية صحية مجانية لفائدة الفئات الهشة ذلك أن أواخر سنوات العمر تشهد إنفاقا أكبر على الرعاية الصحية وتحرص الحكومة في الوقت نفسه على التقليص ما أمكن من الإجراءات الإدارية المرتبطة بإرجاع مصاريف العلاج من خلال إحداث نظام التكفل المباشر بالاستشارة الطبية والعلاج والدواء إن غاية هذه الإجراءات الكبرى هي الحد المباشر من الفقر إذ ستساهم في ترسيخ أسس دولة تحمي حقا الفئات الأكثر فقرا كما ستحسن القدرة الشرائية للعديد من الأسر من خلال تخفيف العبء عن تلك التي تعيش صعوبات فنفقات التضامن التي تتحملها التي تتحملها الأسر تحول بينها وبين الإدخار والاستثمار في صحة وتعليم الأطفال أو اقتناء سكن زوج زوج تعويضات اجتماعية لكل الأسر المعوزة إن تكافؤ الفرص يمر أيضا عبر تقديم دعم هام لتلبية الحاجيات الأساسية للأسر فلقد أضطرت الأزمة الصحية على القدرة الشرائية لملايين الأسر ويواجه أطفال الأسر المعوزة خطر لانقطاع المدرسي النهائي لذا ستعمل الحكومة على تعميم نظام تعويضات العائلية ليشمل جميع الأسر المغربية وهو الإجراء الذي أعلنه جلالة الملك في يوليوز 2020 ويدخل في إطار تعميم الحماية الاجتماعية ويحدد مبلغ التعويضات العائلية في 300 درهم شهريا عن كل طفل في حدود ثلاث أطفال أي بنفس مستوى الخدمة التي يقدم الصندوق الوطني للضمج الاجتماعي لأطفال الأجراء وسيتم تطبيق هذا الإجراء ابتداء من الفصل الرابع لسنة 2022 فالأمر يتعلق بإجراء مساواة بين الأسر سيكون له أثر قوي في إعادة التوزيع لفائدة الأسر المعوزة وسيشجع مواصلة تعليم أطفالها كما سيمكن هذا الإجراء من تكريس إلزامية تربية والتعليم من 6 سنوات إلى 15 سنة كما ينص على ذلك القانون فضلا عن ذلك تحدثت الحكومة فضلا عن ذلك تحدث الحكومة ابتداء من سنة 2023 منحة عن الولادة للأسر المعوزة قدروها 2000 درهم عند ولادة الطفل أول تشجيع للحوامل على احترام الفحوصات الموصبية وتطعيم المولود بلقاح PCG وكل اللقاحات الموصبية عند الولادة اللقاح المضاد للشلال للأطفال والوقاية من التهاب الكابل الفيروسي بي والتشجيع على اللقاحات الموصبية بعد 6 أسابيع اللقاحات المضادة ل دفتيريا والقزاز والسعال الدكي وتستفيد المرأة الحامل من منحي 1000 درهم عند ولادة الطفل الثاني وهذا لترصيخ تقافة صحية متماسكة والالتزام الصارم بالفحوصات الطبية أثناء الحامل وبعد الوضع بهدف تعزيز الصحة الأسرية ببلادنا جونج 3 دعم مدى الحياة للأشخاص في وضعيات إعاقة وفقا لإحصاء العام للسكان لسنة 2014 فإنما لا يقل عن 1.7 مليون شخص يوجدون في وضعية إعاقة أي نحو 5% من ساكنة بلادنا ويعاني أزيد من 680 ألف شخص من اضطرابات بصرية شديدة وأزيد من 400 ألف شخص من اضطرابات سمعية شديدة فيما لا يستطيع نحو 950 ألف شخص المشي أو الصغود الدرج فضلاً عن ذلك تتطلب أشكال أخرى من الإعاقة مصاحبة خاصة ومن على سبيل المثال عدم القدرة على التذكر أو التركيز وعدم القدرة على الاعتناء بالذات صحيح أن الأشخاص في وضعية إعاقة ليست لديهم الاحتياجات نفسها لكنهم جميعاً يواجهون العديد من العراقيل التي تقول دون اندماجهم الاجتماعي وتحد من حقهم في العيش الكريم وتواجه الأسر كثيراً من التحديات حتى يتمكن أطفالها من متابعة تعليمين حتى يتمكن أطفالها من متابعة تعليمهم الابتدائي دون قطاع كما أن البالغين لا سيما كبار السن من دول الإعاقات يعانون من صعوبات استعمال وسائل النقل العمومية والعطور على عمل والعيش بشكل مستقل وفي مواجهة هذه التحديات تلتزم الحكومة بتوطيد أسس مجتمع متضامن من خلال سن سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعيات إعاقب مع دعم الجمعيات العاملة بالفعل على إدماجهم علاوة على ذلك يعد تدريج الأساسية على استقبال أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة جزءا لا يتجزأ من الإصلاح التعليمي الذي تتوخاه الحكومة لأن تكوينا أفضل للأساس ذوي المهنيين المتخصصين شرط لازم للارتقاء بتعليم وتكويل الأطفال في وضعيات إعاقة من كافة الشرائح العمرية وفي شأن كبار السن وهم الأكثر عرضة للإعاقة نحو تولد من تفوق عمارهم ستين سنة فإن الحد الأدنى من مدخول كرامة يوفر مساعدة مباشرة على الإنفاق اليومية للمعوزين وتتعهد الحكومة بتوسيع دائرة الاستفادة من الحماية الشمعية لتشمل كل الأشخاص في وضعيات إعاقة مع ضمان أولياء أولوياتهم في الحصول مجانا على التأمين الإجباري على المرض وبحكم أن الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة هي الأقرب ترابيا واجتماعيا من المستفيدين فإن الحكومة تلتزم بابتداء من سنة 2022 بمنحها ميزانية سنوية قدرها 500 مليون درهم وسيتعين على الجمعيات وفقا لضفتر التحملات تحدده الدولة تقديم خدمات معينة للأشخاص في وضعيات إعاقة مواكبة جماعية وطنية جماعية وطبية ودور الحضانة والمدارس والتكوين والاندماج المهني والولوج إلى الخدمات العمومية إلى آخرين كما تلتزم الحكومة بتطوير طرق كشف الإعاقة والوقاية منها ومواكبة من يعانيها لذا تولي الخطة الحكومية المتعلقة بالإصلاح الصحي أهمية بالغة للكشف والوقاية منذ سن مبكرة إذرى ذلك توفر التعويضات العائلية دعماً غير مبسبوخ للأسر المعوزة التي لديها أطفال في وضعية إعاقة وتساهم هذه المواكبة الهادفة إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر المغربية في دعم الأسر الفقيرة التي يعاني أحد أفرادها من الإعاقة إن السياسة الشاملة التي نعتمدها داخل الحكومة تتطلب من الدولة أيضاً أن تدمج على نحو منهجي إشكاليات الوروج إلى المرافق العمومية أثناء بلورة السياسة العمومية وستعمل الحكومة تحديداً على حد الجماعات الترابية على إعادة النظر في وسائل النقل العمومي كي تصير مؤهلة لاستقبال لأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة وعلى توفير الولوجيات علاوة على ذلك يشكل تطوير التقنية الرقمية محوراً أساسياً في البرنامج الحكومي سيخول تحسين اندماج الأشخاص في وضعية إعاقة لا سيما بفضل العمل عن بعد والتعليم الرقمي وتشكل جملة هذه الإجراءات التزاماً قوياً للحكومة قصد تعزيز السياسات الرامية إلى تكريس حقوق الأشخاص في الوضعية إعاقة وتسهيل إدماجهم واستقلاليتهم طوال الحياة شكراً لكم وأنتمنى إن شاء الله هذا شيء لك تتقنى الحكومة تنزلوا إلى أرض الواقع لأنه سنظن بأنه سيكون فائد الإخوان شكراً لكم وإلى فيديو آخر ترجمة نانسي قنقر